جوز كلامة على ملة صوتك اكيد رح يشحطوني بس اذا بتسكتي ما حدا رح يعرف اني عم صور طيب ابو فاكر والله هلأ اذا حد شافك ليشحطونك شوزيف لا تشل احدا ايه فوت فوت خلصنا بقى لك ايه فايت فايت يعني بدي افهم ليش هالمخاطرة هاي يعني شو رح يجيك من هالسور ياللي صورتون لك ما رح يجيني شي رح انشرنا على مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن اعمل صفحة الولى الزلمة ونشرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي شو رح يجيه؟ لا يا ام جوزيف انت اللي بتقولي لازم ننقول الصور للعالم كله لا يعرف شو عم بيصير بها البلد من ظلم انتهاكات اين بلا صح انا هيك بقول بس دخيلة كم مليون صورة صارت طالعة ومسورة وتوثقت من خلال المصايب والولاوية اللي عم بتصير فيك تقللي شو عملت ولا شو غيرت غير انه اغلب صحابة مرميين بالمعتقلات نحنا يا ام جوزيف اذا ما عم نوثق للعالم هلا لانه صار بيعرف كل شي عم نوثق لأولادنا وللتاريخ لا تسعل مني حبيبي انا بفهم وبقدر اللي انت عم بتقوله بس كل الصور والوثائق يلي نحنا مفكرين حالنا عم نوثقها للتاريخ رح تضيع وتنمحها اذا ما كانت بتناسب الحكام لانه الحكام هنن يلي عم بيصنعوا التاريخ ويمحية وعمل كل جهده لهالشي بس ضلت الصورة اوه بدليل انه بعد ثلاثين سنة ورجع نفتح ملفه قولي مين هاد لا يكونوا شافوني طول بعلك طول بعلك وعمل حالك ما بتعرفش تعانفت مرحبا اهلين وسهلين اهلا هنت كنت واقف على البرندة متصوير نعم عفوا ما تكذب انا شفتها اي 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 انا وين الكاميرا؟ ليك تفضل هاتني ايدك هاته لشو بس الله وكيلاك نكسرت الكاميرا ياه وينتا هالمرة نفدت بس ان شاء الله شوفك مرة ثانية بايدك كاميرا شرفت ابو توسيق وهي انكسرت الكاميرا وراحوا الصور وراحت الكاميرا كلياتها احمد ربك ام جوزيف يعني تنكسر الكاميرا احسن ما انشحت على فرع وتنكسر اضلاعي وارجع ليك محمل بدي ريسايكلينك بس ياه وينتا الصورة والله كان الطالع حلوي